بالتنصيق بين جهاز أمن الدولة واستخبارات الجيش اللبناني دهمت قوى من لواء الثاني ودورية من أمن الدولة مخزن أسلحة في غرفة بين بلدة جديدة عيدمون وبلدة شيخلار تعود ملكيتها إلى اللبناني حسين محمد ظاهر وهو عسكري متقاعد من الجيش اللبناني وقد استأجر منه الغرفة السوري وائل عبد الكريم وصدر منها ثلاثة صواريخ جراد بطول ثلاثة أمتار وستة مدافع هون من عيار 120 مليماتر واثنتان وثمانون عبوة ناسفة من صنع محلي وقمناصة كبيرة معدلة محليا وأربعون صندوق ثخيرة من عيارات مختلفة والجهاز صغير لتصنيع العبوات الناسفة وقدرت هذه الأسلحة بنحو حمولة سيارة شحن ريو وقد أكدت المعلومات أن السوري وائل عبد الكريم شهد يوم عملية الزارة بمرافقة إبراهيم عارف مقصود قرب مخزن الذخيرة وأكدت المعلومات أن الذخيرة تعود إلى إبراهيم عارف مقصود من بلدة عيدمون التي تسلمها من السوري أسامة العكاري وبحسب معلومات عسكرية فإن عارف مقصود ومهند الكردي السوري الجنسية الذي يسكن في خربة الرمان يرأسان مجموعات مسلحة في الداخل اللبناني من بينها 16 لبنانيين قتلوا في مواجهات الزارة التي دارت بين المجموعات المسلحة والجيش السوري حيث كانوا يقاتلون إلى جانب المجموعات المسلحة السورية